اجتمعنا في 22 تشرين تاني في هذا الصرح في هذا المقار وكان لنا وكان الرئيس بري ورئيس ميقاتي وكنت معهم بصفة صديق وحليف كان لنا الموقف الباضح وقف اطلاق النار انتخاب رئيس وفاقي كلنا وفاقي حتى لو لم يقف وقف اطلاق النار لكن الهدف الأساس وقف اطلاق النار انتخاب رئيس وفاقي ثم محاولة دعوة والشكر للوحدة الوطنية العامة التي جرت وتبقى ولازلنا على هذا الموقف ومهما صدرت من مواقف متباينة أو غير مؤيدة لا بأس نحن نقبل بالحوار نقبل بالحوار ووقف اطلاق النار طبعا على قاعدة 1701 القرار 1701 وتسليم الجيش الأمن في الجنوب اللبناني في هذا الصدد في هذا الصدد وبإذن أن هناك مؤتمر في باريس لمساعدة لبنان إنسانيا وسياسيا نتمنى عن الدول أيضا الكبرى بالتحديد فرنسا المساعدة العملية والفعالة فرنسا والجيش المتحدة للجيش اللبناني كي يستطيع أن يقوم بالمهمة المكلة إليه بشكل معزز ومكرم هذه هي ملاحظاتي بعد هذا الاجتماع والباقي الاتكال على الله وعلى القدر علينا أن ننتظر علينا أن ننتظر احتداءات إسرائيلية في كل مكان ولا أعتقد أن هناك في بيروت مناطق قد تكون آمنة أو في قسم من بيروت وحده وقف اطلاق النار بمساعدة الدول الكبرى يوصلنا إلى الابتداء وانتخاب رئيس إلى الابتداء في الحكي في التكلم بعيدا عن الدم والخراب والدمار لا أرى يعني هذا المنطق غلط كيف نتفاوض ومن سيتفاوض الدولة اللبنانية تتفاوض والاعتداء على كل الشعب اللبناني هذا أمر اختراع جديد في السياسة في السياسة الدولية